مشاهدينا في فغرات بيبانستيك هنتكلم عن كل المشاكل اللي بتخص البشرة ونحن في فصل الشتاء اكيد لازم نتكلم عن الشتاء وتأثيره في البشرة طبعا احنا عارفين انه البشرة بتتجسم لانواع الكتيرة عندنا بشرة جافة وعندنا بشرة دهنية وعندنا بشرة حساسة لكن عموما المستفيدين الوحيدين من فصل الشتاء هم ناس البشرة الدهنية لو ما كانت فيها حبوب شباب البشرة الدهنية في الاغلب هي بترطب نفسها بزاتها فيها خلايا دهنية بتفرز الغدد الدهنية الدهون وبترطب الجسم ما بتكون يعني بتتضرر بالشتاء كتير زي بقيت للبشرات لكن لو كانت البشرة دهنية وفيها حب شباب هنا بتفاغم مشكلة حب الشباب في الشتاء لانه البشرة لما تقف في الشتاء بتدي اشارة للغدد الدهنية الموجودة في البشرة بزيادة افراز الدهون وزيادة افراز الدهون معناها زيادة الحبوب في الوش عشان كده منلاحظ ان الناس البشرتهم دهنية في فصل الشتاء لو كانت عندهم حبوب هزيد لهم الحبوب بالنسبة للناس البشرتهم جافة ديل اكتر الناس بتضرر لنا بفصل الشتاء لانه الناس البشرتهم جافة في الاغلب بيكون عندهم فقد لمادة دهنية بتغلف لنا البشرة بالخارج فقدهم لمادة الدهنية دي بسبب لهم كتير من المشاكل بخلي البشرة تتنقل من انها جافة لحساسة تدأثر بالمؤسرات الخارجية تتشقق يكون فيها قشور ممكن تصلينا لمرحلة مرضية او مرحلة الاكزيمة لو انحنا لاحظنا في اطفالنا وهو صغار انه في فصل الشتاء بده يحكوا او حصل احمرار في قسمه معناته دي علامة لعلامة التحسس يعني دايما الزول اللي بيكون عنده حساسية بنلقى انه البشرة بده تبقى لونه احمر ويكون فيه حقه بتكون جافة جدا دايما انحنا ننتبه لو الحكة بيقى تزايدة لو انحنا ما حاولنا نستشير طبيب ممكن الحكة تأدي الى التهابات وتأدي حدوث خروش وجروح في البشرة عشان كده نحنا بنسبة للبشرة الحساسة والبشرة الجافة عندنا بروتوكول او خطوات بنقول لكل المرضى او حتى ما المرضى الناس العاديين انه يتبعوها يعني البروتوكول بيبدأ من الصباح يعني بنسبة للحمام لو طفلك مصاب بحساسية زي الاكزيمة او ببشرة جافة او عنده بشرة حساسة في الشتاء لازم الحمام حقه بيكون بموية فاترة وما موية سخنة ابدا لانه الموية السخنة هتطلع علينا تشيل الدهون زيادة الموجودة في الطبقة الخارجية واصلما هم مشكلتهم الاساسية انه الدهون الموجودة في الطبقة الخارجية بسيطة الحمام ما يكون اكتر من عشرة دقايق ويحبزه لو كان خمسة دقايق لازالة الحمام الطويل برضو بشلينا الدهون في الطبقة الخارجية وبيخلي لنا البشرة تكون حساسة اكتر وطبعا اي بشرة حساسة او بشرة جافة ما بنستخدم فيها الصوابين فيها الوان وفيها عطور لانه بيزلينا الحساسية زيادة يعني دايما الاطفال يكون عندهم غسولهم الخاص خالي من العطور وخالي من الكحول صابون خاص بالبشرة الحساسة الحمام ذات نفسه انا احنا ما بنحب للطفيل انه نستخدم فيه الليفة يعني دايما الليفة بيساعد لنا في الضرر زيادة بيضر لنا البشرة الحساسة والبشرة جافة وبيزيدها جافاف زيادة فينات بحبوا ادعكوا بالليفة لدرجة انه ايزوا اطفالهم وكمان بيكون عندهم الاكزيمة الاطفال بيكون عندهم لون اسود من الاكزيمة ده ناتج من الحساسية المتكررة الامهات بتحاول تزيل اللون الاسود او القشورة الميتة دي بالليفة ويجرحوا الطفل زيادة ويعرضوه لمشاكل اكبر من اللي كانوا فيها في الاول يعني اذا لازم الحمام يكون بيصير لازم الحمام يكون بموة فاترة وما موة سخنة وانحنا في فصل الشيطة الموة سخنة بيزيد لنا بيزيد للطبقات الخارجية وبتعرض لنا الاطفال والناس اللي عندهم اكزيمة لحساسيات بتوصلهم لالتهابات كبيرة جدا جدا تاني حاجة زي ما تكلمنا عن الصوابين وتالت حاجة هنتكلم عن حتى الفوطة البنشفات الطفل لازم تكون مصنوعة من قطن او تكون نعمة يعني ما في داعي نحن نحاول ننشف بعنف دي حاجة مهمة جدا جدا بعد كده اهم حاجة الترتيب احنا دايما بنقول اي زول عنده حساسية او اي زول عنده اكزيمة او اي زول بشرته جافة علاجه الاول قبل ما يمشي الدكتور او عشان ما يمشي الدكتور اصلا انه يرتب جسمه يرتب جسمه تلاتة اربعة خمسة مرات في اليوم ابدا ما اضاره نرتبه باي نوعية كان من المرتبات اصلا ما معنات المرتب الغالي هو الاحسن فازلين جرسلين اي نوع من المرتبات موجودة في البيت زيت السمسم زيت الزيتون موجودة انا بيستخدمها خمسة لأربعة مرات ثلاثة اربعة خمسة مرات في اليوم كل ما زدت ما هادر طفلي لكن لو بيقت مرتين في اليوم او بيقت ما مرتب الجسم ده المشكلة الاساسية بالاضافة للترتيب نتكلم عن المهيجات المهيجات للبشرة الحساسة البشرة الحساسة في مهيجات كثيرة ممكن تحصل لها الارياح الخارية الهدوم في الشتاء بيفتكروا انه الاطفال لازم يلبسوا الحاجات المصنوعة من الصوف اللي بتدفيهم من فوق لتحيط يعني قلافزات وجوانتيات وشربات ويكونوا ملفلفين شديد المادة بتاعت الصوف بتأذي الناس الاطفال البشرتهم حساسة والعندهم اكزيمة بدرجة عالية جدا جدا عشان كده بننصح كل الامهات انه لازم تفلك تلبسيه طبقة غطنية في الاول لو اضطريتي انك تلبسيه حاجة تقيلة مصنوعة من الصوف تكون بعيدة من جسمه ما تكون ملامسة لجسمه مباشرة دي حاجات مهمة جدا جدا لو اتبعت الام لبشرة طفلة الحساس او لطفلة عنده اكزيمة ما هتضطر انه تمشي للدكتور كتير ما هتضطر انه تمشي للدكتور الا في حالة تحصل التهاب في البشرة علامة الالتهاب هي علامات واضحة الاحمرار بيكون زايد الحكة بتكون زايدة اكتر من العادي ممكن تحصل لنا فقاعات بسيطة بتكون شايلة موية وبتعمل تقررحات الام تنتبه لها ولازم الام تتوجه للدكتور طوالي اول ما تحس انه في علامات زايدية عشان احنا ما ندخل في المرحلة بتاعت الالتهاب ده بالنسبة للطفل البشرة حساسة او اذا كان تدخل في طول الاكزيما هنا بيحتاج للتدخل الطبيب عموما ده اكتر المشاكل اللي بتوجه لنا البشرة الحساسة والبشرة الجافة وفي الاغلب البشرة الجافة بتتجه التجاه شديد انها تكون بشرة حساسة او تكون مصابة بالاكزيما ناس البشرة الدهنية مشاكلهم ما كتيرة الا اذا كان عندهم حب شباب حب الشباب بتفاقم غير كده هما بيكونوا كويسين لكن ناس البشرة الدهنية برضو محتاجين مرتبات خاصة بالبشرة الدهنية القاعدة حقتها بتكون تحتوي على موية اكتر من دهون لانهم اصلا عندهم دهون وكده بنكون حافظنا الشديد على بشرتنا وهنتلغي المرة الجاية في مشكلة جديدة بتخص البشرة الى اللقاء اشتركوا في القناة